المبداع الرئيسي لتصميم المركز على المستخدم هو ملكة جميع المعلومات والبيانات دياله ثم وطفتي النتائج لحصلت علياه في تصميم المنتوج غتكون ببيت أكبر الحاجيات ديال المستخدم وبالتالي غادي عجبوا المنتوج وغايكون فعال بالنسبة له وما زال كان فائدة أكبر من استعمال user-centered design غالبا ما كيكون صعيب تحول المفاهيم القائمة على العواطف والمشاعر والأفكار والرغبة ديال المستخدم إلى نظام أو منهجية بحيث فريق العمل يقدر استعمالها في بناء المنتوج وبالتالي على الأخير يقدر ما يكون شعنده تأثير عاطفي على المستخدم التقنية اللي غا نشوفها الدرس غا تمكننا متحول ما هو عاطفي إلى عناصر منهجية بعبارة أدق تصميم المركز على المستخدم كي أعطيك وسيلة لإضافة تأثير عاطفي للمنتوج فريق العمل لكي يطور المنتوج غالبا كيلقى صعوبة في فهم الرغبات والاحتياجات للمستخدم بالرغم من أنهم خبراء في مجال التخصص ديالهم وعندهم فهم كبير للتكنولوجيا وكذلك منهجية التفكير على عكس المستخدم اللي في أغلب الأحيان ما عندوش خبرة في التعامل مع البرمجيات والتطبيقات وما عندوش دراية على كيفية عمل التكنولوجيا بحيث اللي كيهمه هو كيفاش المنتوج غاي سهل عليه حياته اليومية إذن تقنيات تسميل مركزة المستخدم إذا مطفتها بشكل صحيح ستمكنك من ترجمة رغبات وحتياجات المستخدم إلى مواصفات من أجل بناء حلو التكنولوجيا اشتركوا في القناة